صباح الخير او مساء الخير موليد برج الحوت وتعالوا نبدأ القراءة وان شاء الله بإذن الله تكون قراءة موفقة بإذن الله ان شاء الله برج الحوت طاقتك العطفية انت عندك في الطاقة العامة والموت والفايف افوند ممكن يكون انت في علاقة عاطفية حاليا ولكن في شوية مشاكل مع الحبيب لكنك بتحبه يعني انت بتحبه كل حاجة بس في شوية خنات ومشاكل درب في الظهر شوية كلام يوجع يعني حوارات كده زي ما بيحدث يعني في العلاقات العاطفية طيب احنا عندنا مشاعر الحبيب وشايفك ازاي وكمان شايف العلاقة ازاي ناوي او جواه نوياء ايه عايز اعمل معاك ايه واللي هيصدره لك او الفعل اللي هيصدره لك في خلال الشهر دول مشاعر الحبيب ليك ايه برج الحود الفايف اف ساردوس الحبيب زعلان منك شوية او حاسس بطاقة الهزيمة شوية برضو او شاعر بانك اا ام تعبه انت تعبه نفسيا على فكرة اه هو بيحبك جدا جدا ده يعني حد اا حد شريك وامش ناوي اخداعك ولا اي حاجة لكن شاعر بان انت اا بتلعبه ممكن تكون يا برج الحد في الاوقات دي بتلاعب الشريك يعني بتوديش مال وتجيبه يمين شوية بعدين طلعه فوق بعدين تنزله تحت. في الاوقات دي هو شاعر بانك بتلعب معه لعب عقلية شوية يعني مثلا يبعط لك رسالة تشوفها متردش او بتقصد ان انت مثلا تعمل نفسك مش واخد بالك منه بتنشه الايام دي فهو مشاعره دلوقتي حاسس بانه تعبان منك. وهو يعني لو انتم مش بتتكلمه مش انفصال على فكرة انا مش شعر انه هو انفصال يعني قوي ولكن ممكن يكون بس زعل انت قاضع معهم ومتديله خلص اللي هو التطنيشة يعني انت مطنيشه او مثلا اتكلم اهلا وسهلا ما تكلمتش مش هسأل مش هسأل عليك تاني مش انا اللي هقدم السابت خالص عشان نلاقي الحد ولا الكلام ده ودي طاقة غريبة طبعا على برج الحود. يعني برج الحود انه يعمل كده دي طاقة غريبة شوية. طيب اه هو دلوقتي حاسس بان كان في الطاقة الفرق فوند طاقة الفرح والانبساط والبهجة. ودلوقتي شاعر بانك بتلعب عليه. او ما خب حاجة. او مسلا بتعمل اه او فجأة تغيرت. انت فجأة تغيرت. بقيت شخص تاني. يعني الشخص الجميل اللي كان هو متصور وبقى حد جميل ولزيز وكده. لا لا لا. بقيت شخص تاني خالص. طيب. ليه كده يا برج الحود طيب? انت بمكن تكون زعلم منه مسلا او حاجة زي كده. او انت اصد ان انت قاصد ان انت توصله كده يعني اصد ان انت توصله الصورة دي. طيب انت عندك نزلك زيتور كارت زيتور ده زعلان منك قوي قوي. لو انت بتفكر في حد فهو زعلان منك قوي. شوف بقى انت عملت معا ايه. بس ما اعتقدش ان انت عملت حاجة بحشة في برج الحل. انت ممكن تكون بتردله حاجة. يعني مثلا زعلت فانت قلت له طب خلص بقى خد بقى من افعالك. هو شايفك ايه ده شايفك العشر كوبايات. هو ممكن يكون شايفك ان انت مبسوط في حياتك. وسعيد. اه. شايفك ان انت قفلت معاه. وروحت بقى حتى تانية. ممكن يكون شايفك انك اتجوزت مسلا. او انت ديت علاقة جديدة. مسلا انت قطعت معايا برج الحوت. انت قطعت مع هذا الشخص وروحت العلاقة تانية. او او منتظر علاقة تانية. في كل الاحوال ممكن تكون مروحتش العلاقة ولا حاجة. لكن قفلت الموضوع. وعايش حياتك بقى دلوقتي. وهو شايفك ان انت مبسوط جدا. لو انت في علاقة زواج. وقطعت مع هذا الشخص ممكن يكون طرف ثالث. انا شايفك في طرف ثالث. شايف في طرف ثالث من عنده كمان. او من عندك. ممكن يكون انت الاتنين عندك طرف ثالث. لكن في كل الاحوال هو شايفك ان انت قفلت القصة. وعيشت حياتك. او لوحدك. ومش عايز من هذا الشخص اي حاجة. مش عايز حتى منه. او لا سلام ولا جلام ولا عايز اي حاجة. بقى فلت القصة تماما. ممكن تكون عملت له بلوك كمان. ولكلو ما تكلمنيش تاني وملكش علاقة بيه. انت عملت لهذا الشخص بلوك. او من عالفيس مسلا. هو مش عارف عنك اي حاجة. او لو انت عملت له بلوك. ومشيت تماما. واخست طريقا غير الطريق. فاذا الشخص شاكك بمليون في المية ان انت في علاقة. حتى لو انت مش في علاقة. فهو عنده اعتقاد بان انت دخلت في علاقة جديدة. تزوجت خطبت. او انت بنتك جوزتي او تعرفتي على حد جديد لانك قفلتي خالص منه. ممكن تكون انت يعني قفلتي. يعني قفلتي خلاص قفلتي العلاقة. لكن ما دخلتيش في علاقة جديدة. ولكنه شايف وشاعر بكده. شاعر بان انت دخلتي الى علاقة جديدة. فهو شايفك في العشر كبيات. ياس. سريف بانديكلز. هي طلعتلك كمان هي. او طلعتلك كمان بكلم دايما على انه انسة اللي بيت اسمعني. اه هو شايف انه في طرف تالت. او انت روحتي او انت كمان روحت لحد تالت. خلاص قفلته الموضوع كله وروحت لحد دايما. طب هو شايف العلاقة ازاي. شايف العلاقة الاس اف ووند. هو اما شايف ان العلاقة بوزت مثلا. او انه شايف العلاقة فقدت الشغف بتاعها. مسلا. هو بصراحة شايف يعني شايف العلاقة انها ميسالية. ميسالية وكانت جميلة. وكان فيها شغف. اه وكان فيها حاجات حلوة كتير جدا. بالزبط هو شايف شايفك ان انت كنت بوشين. بصراحة بقى برج الحود. هذا الشخص. حتى تتقبل بقى منك كلام اهلو المسال. شايفك ان انت كنت بوشين معا. وش الجميل السمح. بتاع انا شخص طيوب. والجرحت كتير في الماضي. والوش التاني. انك بتهرب. انت هربت من هزا الشخص. يا اما هربت منه. يا اما قفلت الباب مرة واحدة. يعني انت كنت مسلا منايمه. في العسل كده. او انك اخست قرار الرحيل مرة واحدة. حتى مدتوش انظار. ممكن تكون سبرت عليه كتير. وفجأة رحت انسحبت من حياة هزا الشخص. عملت له بلوك من كل حتة. مش هشوفك تاني في حياتي. فهو شايفك ان العلاقة كانت حلوة جدا. بس انت مشيت. هو عايز يعرف انت مشيت ليه. ممكن يكون هو كان بيعمل حاجات مش لطيفة. او انت كنت شاكك في هزا الشخص. شاكك فيه. شاكك في تصرفاته. مثلا كان بيعمل حاجات مش لطيفة معك او كده. لذلك انت اخذت ديلك في سنانك. وقلت ايه يا فكيك. ومشيت وسبت له الجمل بما حمل. هو شاكك ان انت كانت العلاقة جميلة. كان شاكك فيها حب وفيها اكتفاء واكتمال كل حاجة. لكن انت اخذت القرار بالرحيل ومشيت. هو شاكك ان انت مشيت لحد تلك. بأمانة يعني. طيب هو بنيته ايه من داخله. هو طعبان جدا يا برج الحود جدا هذا الشخص. يعني ممكن. يكون اعكم بيعملك معاملة مسلا انت شايفها مش سليم او كده. اه لكن هو في طاقة اما بيجي ينام. بيعايز يسأل نفسه مليون سؤال. ليه ماشي يا نهر ابيض يا برج الحود. خلالك حد ماشي اهو. والفور اوف سردس بيفضل يفكر طول الليل. مشيت ليه. ايه 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 بول ليه برج الحود عمل معايا كده. ليه صدني. ليه فجأة قفل اللي باف وشي وكايني اه انا ما عملتش حاجة. هو بيسأل نفسه كده انا عملت ايه. عشان برج الحود يعمل معايا كده. ليه يمشي ويسيبني ويسيبي العلاقة. فده تعبان جدا. انت عمل له خرم في دماغه. وعايز يكلمك. ولكنه خايف. خايف منك على فكرة جدا. او خايف من الرفض. وخايف ان انت ترفضه. وهو عنده كرامة عالية جدا هزا الشخص. فخلي بالك بقى لانه بيفقرك كتير قوي. وهو برضو بيدور عليك على سوشيال ميديا. وما بيشوفش حاجة. يعني هو كمان مش عارف ان ترتبط. ولا لا بس هو شايتك. جدا ان انت رحت العلاقة تانية. ممكن تكون انت كنت تنفاهمه. مسلا انت مش هترتبط. مسلا يعني. او انت كنت بتحبه قوي. وعمري ما يشوف حد غيرك. وبعدين مش هكتب. هو برج الحود. ايه. مش كده. برج الحود مش كده. برج الحود بالفعل لما بيحس حاجة بيقولها. فانا لما حس مسلا. مسلا ده. لو انا برج الحود مسلا او حد برج الحود. ما بيحس ان هو حب حد يقوله انا بحبك. بس ممكن بكره اكراهك. مش 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 تغيير. لكنه الظروف. الظروف اكبرتني ان انا اكرهك. انت عملت واحد اتنين تلاتة فلازم اكرهك. تعي. بس برج الحود ما بيكرهاش يهاني للمانوماتكم. اه. هو عايز يعمل معك ايه. اه. في حقيقة الامر. هو عايز يتكلم معك. وعايز يجي يفهم. اه. عايز يجي يفهم. ويحط النقط على الحروف. زي ما بيقوله. انت مشيت ليه? او انت دخلت العلاقة من الاول لما انت هتمشي. طب وا 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 وا. وكذا وكذا. وبعد كده هو ممكن يقفل العلاقة من عنده. اه. ممكن على فكرة انا شكت فيه. اه. ان الشخص دي يكون عايز يرد كرامته مسلا في نقطة ان انت فعلت العلاقة. خلينا نشوف كده. وهو هيرجع يتكلم معك. انه احتمال فعلا يرجع يتكلم معك. ولو انت عامله بلوك. اه. ممكن يعني يفضل منتظر انك تفك البلوك. يعني نشوف طيب هو رجع. اه. عايز ايه? لا ده. هو عايز اه. ممكن تكون العلاقة دي مش علاقة حب. يعني ممكن تكون علاقة كراش مسلا او حاجة. وانت زهقت من هذا الشخص ومشيت. هو الحقيقة هو عايز يفهم انت مشيت ليه. بس هو انت زهقت اعتقد. اختب استنى يا برب الحوض بنشوف لك انت مشيت ليه? انت مشيت فعلا عشان روحت علاقة جديدة? او ولا مشيت يعني عايز توصله درس مسلا. البيل فرشي. انت زهقت منه ولا ايه? ممكن تكون انت قفلت هزيه العلاقة لانك مش شاعر فيها اه صح كده. عيب بقى عيب يا جماعة انا كنت شكف كده. بص يا برج الحوض انت قفلت هزيه العلاقة اه هي كانت عجبات في الاول. يعني شخص ده كان عجبك في الاول. وكان عجبك الشخصية بتاعته دخوله في حياتك. وكنت عندك امل ان شخص ده يكون مسلا غير الباقي مسلا. يعني اه دخل حياتك اه طب ما اجرب المشكلة. وبعدين فجأة حسيت بانه اه مسلا يعني هيبقى زيه اللي فاته. هيبقوا زي الناس اللي فاته. اللي هو لأ ده هيجرحني. ده هيديني بقى مقلب زي اللي قبله. عمل حركات ممكن تكون شبه حركات حد من الماضي. اه مسلا زي ما قلتلك. اتباعات لرسالة ما يردش. اه يجيب بالشهور. اه تقوله لو سمحت. تقوله مسلا ان انا بتدايق من انك بتعملي سين على المساجاتي. يروح عامل كده. وانت تقريبا ما بقاش عندك طاقة تحمل. فقفلت العلاقة واتكهلتها الله. فانت ظهر لك الفافو في كابس. انت ندمان على انك دخلت اصلا للعلاقة دي. وبرج الحوت لما بيندم. على حاجة بيصلحها بسرعة من اكتر الابراج اللي بتصلح الامور بسرعة جدا. لانه محبش يعيش في الخسارة. بصراحة شابوه برج الحوت. انه ما بيحس ان الطرف اللي قدامه هيظلمه. يروح قالب الترابيزة ومشي. فانت تقريبا انت مش انت مش روحتش علاقة جديدة ولا حاجة. انت بتدور على علاقة جديدة. بتدور على حد تاني. حد في بقى المواصفات اللي انت عايزها. فهو احتمال يجي كلمك. او هيفضل يرقبك شوية وبعد كده هيجي كلمك. بس مش هيكلمك كلام حب. هو بس عايز يفهم ايه اللي حصل. على الامم لو انت بتسأل هو عامل ايه هو فان ناين اوف بانتاكلز ده هو يعني دلوقتي في عزه يعني. وحياته جميلة جدا. ووصل لاعلى المراتب في شغله مثلا. وكل حياته جميلة. وقعد لوحده. لو انت شاكك ان هو ارتبط ولا حاجة. لا هو قاعد لوحده وبياخد قرارات في حياته. طب احنا عايزين نعرف برضو الشخص ده بيحبك ولا هو مجرد فقط لو تعبك. مسلا. ممكن تكون انت احترتي معاه فمشيت. الا نشوف الا كده الشخص ده بيحبك ولا فقط معجب بيك. اه كينجوفوند. الشخص ده يا سي دي. اه شك انه هو يعني. لا هو مش بيحبك بصراحة بأمانة. هو مش بيحبك. اه بس هو بيشعر معك اه بالحاجات اللي هو نفسوحي السهل. يعني هي اكثر بالاكثر صدقة. بالاكثر. وهو مش عايز يخسرك. تمام؟ او هو عايزك معاه مثلا لغاية احواله وتتعدل مثلا. مثلا يعني هو مش جاهز الحب عموما. هو عنده مشاكل كتير جدا في حياته. مش جاهز ان هو يخش في اي علاقات ارتباط خالص دلوقتي. بس هو عايزك معاه. ممكن يكون شاعر معك بالطمأنينة بيحب وجودك مثلا. لكنه كعلاقة حبه كده لا لا مش شاعر باي علاقة حب خالص. هو بس متداي من تصرفاتك. او ازار كده يا برجو الحوت فعلا انت مشيت واسبته لما لقيته مش ناوي على ارتباط. فخلعت. قلت له بقى خلاص شكرا. انت زي ما قلتلك دخلت العلاقة على انها علاقة حب. او هو دك ايحاء في الاول ان هو بيحبك. لكن اكتشفت عكس ده تماما يعني. طيب اه خلينا شوف لك كده برضو يا برجو الحوت عشان ما سبكش برضو غرقان كده. خلينا شوف لك. اه في حد جاي لك كده ولا حاجة جديد. اه مش من الماضي. خلينا شوف حد جاي لك جديد. اه لا يا برجو الحوت للاسف في الفترة دي ما فيش حد جاي لك جديد. اه هتقضي بس الوقت ده كده لوحدك. اه يعني النصيحة ليك. انت شايل يعني اه شايل حامل من الماضي كبير قوي. والظهر كده ان انت كل ما بتخش في اي علاقة بتفتكر ما حدث لك في الماضي. اه برجو الحوت النصيحة ليك. اه انزع بزبط. والفرشان. خلاص بقى سيب بقى العشر عصيان اللي انت شايلهم وماشي بيهم على كل علاقة كل حد يقابلك في حياتك تروح حاطة العشر عصيان قدامه لا. اهرب بقى من الماضي. انا عايز اقول لك نصيحتك. في الفترة دي الحبة دول اهرب من الماضي. اهرب منه. انا عارف ان انت نعبان برضو للحاجر الصحي والحاجات دي والكورونا وكده. لكن اه الماضي مش هيرجع تاني. يعني خلاص الشخص اللي تركك في الماضي بالألام وبالأحزان وواوا وواوا خلاص مش هيرجع تاني هزا الشخص. يعني مش هيرجع تاني سواء ان انت كنت مستنيه زيك تاني او حاجة لا لا لا. فيش اي ازم من الماضي تاني. فلو سمحت اه انزع همومك. وابدأ بقى بشيء جديد. والفورشين كمان معناها اترك الامر لله. سيب بقى كل الحاجة لله بقى. الشخص الصحة يجي في الوقت الصحة والشخص الغلط لو هيتصلح ويجي يجي وقت ما يجي. ما تفكرش بقى في اي حاجة من الماضي تاني. نصحتك مع هذا الشخص ايه? لو حد طيب حد ممكن يكون يقول لي مثلا طب عامل ايه مع هذا الشخص? ارجع كلمه تاني? لان هو كمان هو متدايق. يعني هو كمان متدايق. فخلينا نشوف طيب تعمل معاه ايه يا برج الحوض. انا من وجه نظري ان انت ممكن ترجع تكلمه تانية. من وجهة نظري ايه. التاني افصر دس. برج الحوض انت مش عايز تكلم هذا الشخص اعتقد او انت ده انت مش عايز تشوفه خالص يا برج الحوض معقول? جرحك اوي كده? بس ما اعتقدش الجرح ده من هذا الشخص. انت واخد العشر صيوف منه? مثلا? ممكن? ولا العشر صيوف دول من قبل كده. في تلات كبيات عندك برضو واقعين وعشر صيوف. ممكن يكون اه ده الايحاق الي هو صالي من القراءة بصراحة. انت مش طاق حد يضحك عليك تاني. انت انت تعبان اوي اوي اوي. وما بقاش عندك طاقة انك تكلم حد تاني وتصالح وتماعليش واعدي ما بقاش يعني انت قفلت مع هذا الشخص لمجرد بس انك حسيت انك تعبان وانك مش هتقاوح مع هذا الشخص خلاص وانه خلاص مدام محبينيش او مش عايز معاي علاقة جدة انا همشي. فهي النصيحة بتقول لك. اي نصيحة بتقول لك خلاص خد القرار بالابتعاد وخليك بعيد. بس تشافى بقى. تشافى بقى من جروح الماضي. هو العلاقة دي مش هنعتبرها علاقية. والتاروب بيقول لك دي مش علاقة قوية يعني اتحزن عليها قوي كده. اه لكن مش عايز تتكلمه خلاص ما اتكلموش برحتك. بس ارجوك اه خليك شخص اه متزن. بالزبط خلاص بقى برك الحوت. اقفل بقى على الماضي بقى وموته بقى. خلاص اقفل على هذا الماضي داث. اه كارتة داث الموت. والنايت اوف واند خليك اه شجاع بقى. خد القرار وادخل الحياة الجديدة. مش لازم الحياة الجديدة يكون فيها الشخص دا. خالص. لكن الشخص دا زعلان منك جدا. فممكن تكلمه وتفاهمه وجهة نظرك. ان انت ما بتحبش اللف والدوران والحوارات دي كلها. وانا مشيت واحد اتنين ثلاثة. فقط لغير يعني. هو بس عايز يفهم سبب رحيلك المفاجئ. ليه قفلت معاه بالسرعة دي. فبرج الحوت اتمنى ليكو ان شاء الله بازن الله.